فإذا بالنسبة لمفهوم الناس فاهمين هذه البقعة من الأرض في ناس بيبنوا على الجبال لكن بعض الناس اللي ممكن يبنوا في الوديان طبعا في فصل الشتاء وبالذات إذا بتروح لمناطق الصحراء في الجنوب حتى ناس اللي بتبني يمكن تبني على الرمال لأنه يعني مفيش مطر بالصحراء يمكن بتمطر شيء بسيط 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 جدا في السنة بس في عنا مشكلة بتمطر مطر شديد جدا في مناطق العالية الجبال مثل القدس مثل الخليل ومثل بيت لحم ولأنه جبل عالي طبعا على طول بتنزل بين وديان وتصل إلى الجبال التي تطل عند البحر الميت أو مناطق الصحراء وهاي المياه تتحول إلى سيول تتحول إلى أنهار وفعلا تاخد كل شيء أمامها بتجرف شوارع بتجرف بيوت بتجرف حتى الصخر بتلاقيه يتساقط من الجبال بسبب تلك السيول فتضرب البيوت المبنية مش على أساس لأنه ما فكروا بحكمة أنه مش عم بتمطر لكن بتنطر في منطقة تانية اللي بتنزل السيول والأنهار بتضرب هذه البيوت حتى في الجليل المناطق اللي عاش فيها الرب يسوع الناس اللي بتكون باني في المناطق المنخفضة إذا ما كانش أساس متين وقوي بتنجرف أيضا مع قوة المياه اللي بتنزل من الجبال فإذا المثل معقول المثل معروف وطبعا معروف للتقاليد اليهودية بس المسيح تكلم بسلطان من خلال هذا المثل والمسيح من خلال الكلام بالأمثال عم بيعبر عن أمور طبيعية سواء الزراعة أو سيد السمك أو التضاريس الجغرافية في تلك المناطق إنه الناس فهميتها لما بيتكلم عن العرص لما بيتكلم عن الخمر أو العنب أو التين أو الزيتون كل هذه مفهومة للناس لكن شو المشكلة أحباء في ناس بتخدع أنفسها مش عاملين بالكلمة كما يقول الرسول يعقوب موسيقى موسيقى موسيقى